نجي هسه على المحطة الثانية ألا وهو أول امتحان ممكن أن تتمتحنه اللي اسمه الـ NSE for exam الـ NSE for exam واللي هو الكورس اللي أنا سويته وقبل هي كانت أول شهادة أنت تمتحنها حالياً هو exam تمام ف موضوع الامتحان حالياً اسمه FortiGate Administrator هذا هو المنهج الخاص بس بالمناسبة من المفارقات اللي صارت أنت من تروح تحجز امتحان سواء كان أي لفل NSE 4, 5, 6, 7 أو حتى لقيت الرتن أو أي شهادة من الشهادات اللي راح نشوفها بعد حالياً الاسم بعده قديم يعني من تروح تمتحن بـ Pearson VUE سواء من البيت أو من خلال معهد حتشوف أنه الأسماء بعدها كما هي يعني الـ NSE 4 بعدها موجود هواية من الأسئلة أجتني قبل كم شهر وحالياً شنو له تغير شنو المنهج اللي راح يصير به لحتى تسجيل هاي الحلقة هسا إحنا بنوفمبر 2023 ماكو أي تغيير صار بالمنهج ولا بالامتحان المنهج هو نفسه والامتحان هو نفسه مجرد تغيير أسماء الشهادات صار وأني شرحه بفيديو ثاني تمام فبالنسبة لامتحان الـ NSE 4 اللي هو أسمى المنهج FortiGate Administrator Virgin 7.2 فهو متكون من جزء الرئيسيات واللي هو سأركز عليه بالكورس الرئيسي اللي أنا راح أقدمه B2 Module عفوا B2 Section السكشن الأول اسمه FortiGate Security السكشن الثاني اسمه FortiGate Infrastructure يعني من تدخل على موقع FortiGate راح أشوف أنه هم كأنما كورسات اثنياً لكن بالحقيقة هو عبارة عن امتحان واحد صراحة أنت ممكن تقراب يعني بأي طريقة أنت تريدها أنا بالنسبة إلي راح أراويكم المنهج مالته فالـ exam name من تروح تحجز اسمه NSE 4 FortiGate 7.2 الشهادة القديمة كان اسمها NSE 4 حالياً هاي ما موجودة نهائياً خلاص ماكوش هادة اسمها NSE 4 أكو امتحان اسمها NSE 4 واللي هو هذا الباج مالتا بعد ما تشوف هاي الدائرة تشوف فقط هذا الباج كل الباجات راح تصير بهاي الطريقة تمام هذا الكلام 20% مثل ما شفنا الخطوة الثانية واللي بعد ما تكمل امتحان الـ NSE 4 تحالياً ما عندك شهادة عندك فقط امتحان هيكون عندك مفترق طرق Road Split شنو هذا الـ Road Split اللي صار عندي هيكون عندك صراحة عدة اتجاهات ممكن تأخذها واللي صراحة هي ثلاث اتجاهات شنو هي الثلاث اتجاهات الاتجاه الأول والرئيسي واللي احنا راح نروح عليه ألا وهو شهادة الـ FCP Fortinet Certified Professional اختصاص Network Security انتبهوا هي كلها FCP لكن حسب الاختصاصات تمام زيان شلون احصل هاي الشهادة النقطة الرئيسية واللي راح نشوفها انه انت لازم يكون عندك امتحان الـ NSE 4 وبعدين تختار امتحان من هاي الامتحانات يا اما 40 Analyzer 40 Manager 40 Client 40 Switch 40 NAC 40 Authenticator 40 Wireless تتراوح بين الامتحانات القديمة اللي هي الـ NSE 5 والـ NSE 6 هذا الاتجاه الأول واللي احنا راح نمشي به اللي هو الـ FCP NS Fortinet Certified Professional Network Security الاتجاه الثاني واللي انت ممكن تمشي به تقول لا انا ما اريد اخذ الـ Network Security انا اريد اروح على شيء اسمه Security Operation بالنسبة Security Operation فهو لا انت ايضا لازم يكون عندك NSE 4 Plus لا يكون عندك 40 Analyzer او EDR او SIEM او SOR الانالايزر هو مونفس هذا واحد منه الـ Administrator واحد الـ Analyst صراحة الفروقات لا تدخل الانهاية شرحتها بفيديو سابق الشيء الثالث اللي احنا ممكن ناخذه الـ Public Cloud Security المستقبل Public Cloud Security يقول لك انت لازم يكون عندك Core Exam خاص بالـ AWS او الـ Azure مو تروح تمتحن AWS او Azure لا اكو امتحان من Fortinet خاص ب securing AWS او الـ Azure Plus تاخذ امتحان من مثلا خاص بال 40OS او الـ 40Mail او الـ 40Web احنا بالـ Roadmap مالتنا الخاصة بهذا الكورس وبالكورسات الجاية راح نركز فقط على الـ Network Security لان هو حاليا اكثر شيء هسا مطلوب بسوق العمل بالـ Middle East تمام فالـ Road Split احنا راح نركز على هذا الاتجاه اللي هو الـ Network Security تمام فلنفرض انه احنا اختارينا تمام هذا الطريق الا وهو الـ Network Security وراح نمشي به وحاليا احنا بالـ 40OS 7.2 واحنا بالـ Network Security وكل الـ Pre-Requisites عدنا الخطوة الجاية اللي راح اسويها الاوة هي الـ FCPNS انا كملت شهادة الـ NSE4 زيان واريد اروح على الـ FCPNS شون اسويها الـ 40Net Certified Professional Network Security انا ممتحن امتحان واحد شون احتاجه اصوي الـ الاحتاجه اصوي هو كالاتي انا ارادي محقق هذا الامتحان حتى لو مستقبلاً اتغيره وصار 7.4 هو عبارة عن تغييرات كلش بسيطة يحتاج اخذ واحد من الامتحانات الثانية تمام؟ اذا الـ Core Exam هو واحد يحتاج فقط اخذ امتحان ثاني من هذه الامتحانات حتى اصير Certified لهاي الشهادة الامتحانات الثانية الـ 40 Analyzer 40 Manager 40 Client TMS 40 Client Authenticator هنا عندي دبلغة كيتيمكن تمام؟ 40 Switch 40 NAC والSecure Wireless LAN Administration تاخذ امتحان واحد فقط من هذولا تمام؟ بلس انت عندك امتحان Core 1 عبارة عن امتحانيا فتحصل شهادة الـ Fortinet Certified Professional Network Security اذا امتحانيا فقط نجي هسا للخطوة الثانية احنا حصلنا هاي الشهادة بكزام اضافي واحد الـ NSE 5 أو 6 الخطوة الجاية ممكن نصعد وناخذ شهادة اعلى من الـ FCP شنو الشهادة الثانية اللي هي اسمها الـ FCS Network Security شنو هاي الشهادة خلي نشوفها بالضبط هي صراحة كان قبل اسمها الـ NSE 7 لكن هسا غيروها بالنسبة لشهادة الـ FCS صراحة اكو كثير من الاختصاصات احنا ما راح نركز عليهم لنشارحيهم بفيديو سابق راح نركز فقط على الـ Network Security هاي هاي طلب منك امتحان كور واحد هو شنو اسمه اسمه الـ Enterprise Firewall Administrator وليس الـ FortiGate Administrator هذا صراحة اسمه الـ NSE 7 امتحان اسمه الـ NSE 7 Enterprise Firewall يعني هيطلب منك امتحان NSE 7 هذا اللي كان موجود قبل زائدا تختار امتحان واحد ايضا NSE 7 من هاي الامتحانات يعني اللي يريد هاي الشهادة اللي هي الـ Fortinet Certified Solution Specialist الـ FCSNS تمام لازم يكون عنده امتحانية NSE 7 الاول هو كور عبارة عن Enterprise Firewall Administration صراحة يشبه الـ NSE 4 لكن شوية ادفانس زائدا يختار امتحان من هاي الامتحانات انا صراحة دائما انصح بالـ SD-1 Architect لان هو اغلب الناس تطلب الـ SD-1 تكنولوجيا حاليا ممكن تاخذ الـ LAN Edge او الـ Network Security Support Engineer ان شاء الله بالمستقبل انا راح اركز على عدة امتحانات الا وهي الـ NSE 4 تمام والـ NSE 5 اللي هو الـ Forti Manager والاناليزر بلس الـ NSE 7 اللي هو الـ Enterprise Firewall والـ SD-1 بعد ما تحصل امتحان اكزام واحد زائدا الـ Elective Exam واحد يعني صار عندك ايضا امتحانات اثنين راح تحصل هاي الشهادة الا وهي انت مختص حاليا بالـ Network Security طبعا اللي يخلص هاي المواضيع كليتها ممكن انه هو مباشرة ينتقل للخطوة الجاية الا وهي الـ FCX الـ Fortinet Certified Expert هيحتاج Routine Exam و Practical Exam الـ Practical يكون Lab بصراحة ما راح تخرب تفاصيلها فالشيء كلش بيوند يحتاج لها وقت كثير ان شاء الله بالمستقبل نتكلم عليها ملاحظة اخيرة للاشخاص اللي يسئلون هل انا ممكن مباشرة اروح امتحن الـ FCSS او الى اخرهم الامتحانات اي نعم ممكن محد راح يقول لك ما يصير Fortinet ما تقول لك ما يصير لكن الافضل وحسب الـ Recommendation الخاصة بهم انه انت تكون عندك معلومات قبل تروح مباشرة وتمتحن لهنا نكون كم من الفيديو ما اليوم التقياكم بفيديوهات ثانية انتظروا اشتركوا في القناة